بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين معاكم مصطفى محمود فرقة رابعة عليك طبيعي وإن شاء الله هشح لكم النهاردة المحاضرة التمنى محاضرة الأي سي جي اللي هو الإيكو كارديو جرام اللي هو رسم القلب والميجور لاب فايندينغز اللي ليها علاقة بالهارد ديزيز الجزء الأولاني هنشرح فيه الإلكترو كارديو جرام اللي هو رسم القلب مبدئياً ايه هو الإي سي جي أو ايه هو الإيكو كارديو جرام نحن نقوله أنه هو رسم القلب وهو بالتالي الريكوردينج ده إلكتريكيل اكتيفتي أوف ده هارد يعني هو الجهاز اللي حتا نستخدمه عشان نسجل النشاط القهربي بتاع القلب طبعاً احنا عارفين أن العضلة القلب زي أي عضلة في الجسم بيحصل فيها contraction وبيحصل فيها relaxation ودخذنا في الaction potential في الفيسيولوجي في سنة أولى إن contraction والrelaxation بيحصل عن طريق depolarization وrepolarization وقلنا إن contraction بيقوال أو بيساوي depolarization والrelaxation بيساوي الrepolarization تاني حاجة هنتكلم معنا هو ECG leads أو القطبان يعني بتاعة ECG أولاً احنا عندنا تلت قطبان أساسيين أو 3 leads أساسيين اللي هما lead 1 و lead 2 و lead 3 تمام؟ دول أول leads كنا بنستخدمهم عشان نقدر إن احنا نقيس يعني رسم القلب فعندنا lead 1 lead 1 دوت بيكون بالشكل دوت زي ما انتو شايفين بيوصل من اليد اليمين لليد الشمال والجزء ال positive بيكون على اليد الشمال تمام؟ يعني بالتالي و lead 2 بيكون من اليد اليمين لحد الفوت و lead 3 بيكون من اليد الشمال لحد الفوت برضه طيب ماشي هو lead 1 ليه؟ ايه الفرق بين إن هنا positive والنحة التانية على فكرة negative الفرق إن positive الحتة positive دي بيسموها exploring أو هي الحتة اللي بتا أو القطب يعني اللي بيستقبل الإشارة والنجاة التانية هو القطب اللي بيطلع الإشارة يبقى احنا لما بنجي نقيس بنقيس من ال positive وكذلك lead 2 بيقيس من ال positive و lead 3 بيقيس من ال positive بعد كده تلع لنا تلات لهم اي و الاي في الف. طب هي ايه ال اختصار لايه? والفي والاف? ال اختصار يعني ناحية ال ايد ليمين ال والاي في الف ناحية الفوت. طب اي استخداماته? ما هو مش عليك يعني بس انا عشروح لك عشان تكون فاهم. احنا خدنا في الميكانيكس ان ممكن لو في قوتين بيقصروا على جسم. احنا ممكن نطلع لهم محصلة بقوة واحدة بس. فلو شفنا الشكل اللي تحت ده. الاي في ال طبعا ناحية هي محصلة ليد وان وليد ثري. يعني ليد وان وليد ثري لو بقيسوا هما الاتنين فالاي في ال هي محصلة هما الاتنين. يعني ما نيجي لايس على الاي في ال فاحنا بنقيس محصلة الاشارة اللي طلع من وليد ثري. وهكذا هو محصلة الليد تو والليد ثري. والاي في ار من ناحية هي محصلة ال عليد وان والليد تو. تمام? بعد كده ده شكل الاي سي جي بايبر او الورقة بتاعت الاي سي جي بتبقى عبارة عن شبهة كراسة الرسمة بياني عادي جدا ولكن بتمشي بطايم اللي تحت او الهوريزونتل اكسز بيبقى عبارة عن طايم طب هو المربع بيساوي ايه المربع بيساوي ثانية مسلا ولا بيساوي ايه لا اللارج بوكس اللي احنا شايفين هدي دي اللارج بوكس بتساوي 0.2 seconds ده معناه ان ال 5 large box بيساوي 1 second تمام واللارج بوكس نفسها لو عملنا لها زوم هنلاقي جواها small boxes يعني اللارج بوكس فيها بالعرض 5 boxes تمام ده معناه ايه ده معناه ان اللارج بوكس بيكون فيها اللارج بوكس بيكون فيها 5 small boxes ده معناه ان ال 1 small box بيساوي 0.04 seconds تمام يعني بتساوي 1 على 25 من الثانية الاي سي جي بيبر بتطلع لنا الشكل الرسمة اللي على اليمين ديت وهي الرسمة اللي اللي بتريكورد نبضة القلب هي ما بتكونش بنفسي يعني ما بتكونش يعني للدرجات دي ولكن ده عشان نفهم الفيزز بتاعة الاي سي جي اول حاجة عندنا بي ويف احنا عايزين نفهم حاجة بس قبل ما اشرح الحاجات دي المفروض الخط ماشي طويل الخط ده عبارة عن الم ماشي على الورقة الورقة بتتحرك جوا الجهاز والخط والقلم واقف زي ما كياس ريختر كده فالورقة بتتحرك والقلم واقف وبالتالي بيبقى الشكل هوريزونتل كده وهيفضل هوريزونتل ترمى ما فيش اشارة يبقى ازا هيفضل هوريزونتل ترمى ما فيش اشارة مش هيطلع بقى amplitude تمام اول ما نوصل بقى الليدز ونشغل الجهاز هيبدأ يحصل انه بيحصل وريبولوريزيشن فبيحصل فرق جهد واحنا بنقيس الامبليتود بتاع فرق الجهد ده تمام تمام احنا عارفين ان بتاع القلب بيبدأ من عند الاتريال 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 بيعملوا فيوصلوا الدم للفنتريكلز بعد كده الفنتريكلز يحصل لك التراكشن الليفت فينتريكل تودي للسيستم كله للجسم كله والرايد الفنتريكل تودي اللانجز تمامي با اول حاجة بتقابلنا هي الاتريال كونتراكشن وقلنا الكنتراكشن بيمثلها فبالتالي البي ويف بتمثل فرق الجهد اللي حصل ده الامبليتود اللي حصل ده هو البي ويف هو الاتريال تمام بعد كده حصل ايه قدامنا حصل سبات هوريزونتل ده معناه ان هنا ما فيش فرق جهد هو المسافة بتاعت اللي بتمثل بص الاتريا لعشان يحصل لها في عقدة او نود عند الاتريا اسمها السينواتريا النود تمام هي اللي بتخلي الاتريا يحصل لها بعد كده بعد ما بيحصل الاتريا السينواتريا النود بتوصل الاشارة بعيدها للإي بي أن اللي هو الاتريا في حالة التوصيل ديت مفيش كهربا ما حصلش ولا 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 فبالتالي مفيش اي شارة طلع اول ما بيوصل للاتريا بيتنقل عن طريق بركنجي فيبر عشان يوصل وبعد كده يحصل ويحصل واللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده ده معنى ان هو شارب ومور سترونجر دان الاتريا 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 وبعد كده بيحصل بعد ما بيحصل بيحصل سابات تاني مفيش اي اشارة والست سيجمينت ديت اسمها استي سيجمينت الاستي سيجمينت ديت بتمثل خلاص حصل وبيحصل عشان نمهد عشان نلغي الانقباض اللي حصل في العضلة تمام ده معنى ان هنا في الاستي سيجمينت انخلش var اه آآ يعني عميقة شوي الاستي سيجمينت ديت ده ما edit الا معنى ان إن هي نزلت ده مش معنى niño ده معنى ان عملية خلصت عملية الانتقال الايونات اللي هو كان الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم خلصت. بس ده مش معنا ان الخلص. لازم يحصل والايونات كلها هترجع مكانها اللي كان في بيته ويرجع تاني عشان نرجع نعمل ويحصل ساعتها يبقى بتمثل الانتقوب الend of ventricular depolarization والbeginning of recovery والrepolarization. عندنا بقى point اسمها الجي point اللي هي دي. تمام? الpoint اللي بتماركس the end of QRS نهاية ال QRS اللي هي هنا. الbeginning of ST segment اسمها الجي point. هتفتنا في ايه الجي point ديت هتفتنا في حتة ان ال ST segment ديت ممكن يحصل لها elevation او ممكن يحصل لها ديبريشن هنعرفها في الابنورماليتيز قدام. بعد كده عندنا تي ويف موجة كمان اسمها تي ويف مالها بقى تي ويف ديب بتمثل الهي يحصل بقى ريلاكسيشن. تمام? بعد كده الكيو تي انتيرفل. والكيو تي انتيرفل ديب بتقيس الهي مع بعض الليها الانتيرفل دي. يبقى احنا عندنا اول حاجة البي ار انتيرفل ديب بتقيس ال اي في ان كونداكشن كلها من اول ما كانت عند السينو اي تريل نود هنا لغاية ما حصل اي تريل ديبريزيشن لغاية ما وصلنا لل اي في ان دي اسمها بي ار انتيرفل. وبعد كده هي اللي بيحصل فيها الديبريزيشن وبعد كده بعد كده الريبو ريزيشن. يا رب بنكون فاهمين ان شاء الله. بعد كده هنعمل هنعلق بقى عن الاي سي جي. اولا احنا قلنا ان في عندنا انتيرفلز. اولا ال P R انتيرفل. تمام? ال P R انتيرفل الاولانية اللي كان بتمثل ال A V N Conduction. ال Q T انتيرفل اللي كان بتمثل ايه? لو انتم خاكرين. اللي كان بتمثل ال Ventricular Depolarization و Repolarization. بعد كده ال Waves عندنا كان ال P wave بتاع ال Atrial Depolarization و ال QRS اللي كان بتاع ال Ventricular Depolarization ثم ال T wave اللي كان بتمثل ال Ventricular Repolarization. وعندنا سيجمنت اللي هي ال ST segment اللي كان ببعد ال QRS. عايزين نحسب حاجات بقى. عايزين نحسب حاجة اسمها ال Rate وحاجة اسمها ال Rhythm وحاجة اسمها ال Axis. تعالا نبدأ الاول بال Rhythm. Rhythm اللي انا عايز اشوف فيه هو ضربات القلب منتظمة ولا غير منتظمة regular or irregular. ازاي? هنقسها بان احنا نشوف المسافة اللي بين ال two successive QRS. two spikes دول. هنقس المسافة بينهم. هل هي هي? هل هي هي? لو هي هي تبقى ايه? تبقى لو ال R R interval uniform متساوية ساعتها تكون اه الدربات القلب منتظمة. طب لو لأ زي الشكل اللي قدامنا هي. هنا مسلا. دي اعتبر بربعين. هنا لأ اقل. هنا اقل. هنا اكتر بكتير. هنا اقل. هنا اكتر. هنا اد بعض دول. ثم هنا اقل اكتر. يبقى دي اعت هنا غير منتظمة. تمام? بعد كده. عايزين نحسب ال rate. ال rate اللي هو معدل ضربات القلب. قال لك معدل ضربات القلب بيساوي لو هو regular. لو منتظم بتساوي 300 على ال number of large square اللي بين ال R وال R. يعني عدد العدد اللارج سكويرز اللي موجودة اه في الدقة الواحدة. طب ليه يعني احنا ليه اسامنا 300 على ال number of large squares between ال R وال R. يعني علاقة رياضية ان شاء الله هنفهم منها. هنا عندنا اه قلنا ان اللارج بوكس بيساوي zero point two second. يعني بيساوي خمس الثانية. وبالتالي الثانية فيها five large boxes. اوكي? طب لو ضربنا في 60 عشان نخلي second minute. يبقى ال one minute بتساوي three hundred large boxes. طيب. لو احنا عايزين احنا بقى احنا معانا ال rate. افتكر مسلا احنا معانا ال rate. معانا عدد ضربات القلب في الدقيقة. احنا بقى عايزين نحسد number of large squares between R وال R. واحنا معانا ال rate. ساعتها احنا معانا ال rate اللي هو في الدقيقة. طب ما احنا عندنا 300 large box في الدقيقة. فانعايز احسب عدد large box في الدقة الواحدة. فبالتالي هقسم 300 large box على عدد الدقيقات. وبالتالي هيبيين لي عدد ال large box للدقة الواحدة. طب انا عايز احسب ال rate بقى. هدرب طرفين في وسطين. وبالتالي ال rate بيساوي 300 على number of large boxes between R وال R. طب لو انا عايز اعملها small boxes يبقى هدرب في خمسة. يبقى مش هتبقى 300 هتبقى 1500. هي دي الفكرة بتاعة المعادلة اللي احنا بنحسب منها. ده لو كان regular. يا اما هنقول 300 على على number of large squares between R و R. لا اما 1500 على number of small squares between R و R. طب لو كان irregular مش منتظم. ساعتها انا هحسب number of R waves in 30 large squares. يعني احسب عدد الدقات اللي موجودة في 30 مربع كبير. او هحسب عدد الدقات الموجودة في 30 مربع كبير. ايوة طب انا عايز احسبها بالضيئة. يعني عايز تحسبها في كم large squares? في 300. يبقى هتضرب في 10. يبقى انت هتحسب عدد دقات القلب في 30 square بعد كده هتضربهم في 10. طب ام. طب في حاجة تاني ممكن احسبها. هتعمل 300 على هعمل 300 على number of large square between R و R? لا. ده ديئة لو هي منتظم. وما هعملها ازاي? هعملها بالاورج بقى. متوسط عدد large square between R وال R. تمام? يا رب تكون فاهمين ان شاء الله. هنا بقى. انا عايز احسب عدد دقات القلب. لو بصينا هنا في اول شكل. هنلاقي ان بين ال R وال R عندنا مربع واحد. مربع واحد هو بس. يبقى 300 على 300. سوري 300 على واحد. لان هو مربع واحد اللي بتوين ال R وال R. فبالتالي ال rate هيكون 300. طب هنا هنا مربعين. وبالتالي 300 على الاتنين هيساوي 150 بي بي ام. طب هنا تلاتة. يبقى 300 على تلاتة هيساوي 100 بي بي ام. طب هنا اربعة. يبقى 300 على اربعة هيساوي 75 بي بي ام. وهكذا هنا لو خمسة. يبقى 300 على الخمسة هيساوي 60 بي بي ام. طب لو نزلنا وعملناها على ال small squares. هنا 5 small squares. يبقى 1500 على ال 5. قلنا 1500 عشان احنا بنكلم على small squares بقى. يبقى 1500 على خمسة بيساوي 300 بي بي ام. عدد دقاء. دقاءة القلب بيساوي 300. تالت حاجة احنا قلنا ال rhythm وال rate وال axis. ال axis دي يعني ركزوا معاها شوية. ولو يعني لو ما فهمتوهاش انتم ممكن يعني اعرفكو اهرلكو حاجة في الاخرى تفهمو. او يعني تبسمجوا الجدول دوت لو جي منه حاجة. احنا هنا اتكلمنا وقلنا ان ال AVF نزل ال right foot. تمام? وال one lead one كان بلا عرض كده من ال right hand لل left hand. وال left hand كانت هي الموجب. وال AVF كانت ناحية الفوت تحت هو الموجب. وبالتالي اي شعاع بيجي بين في ال quarter ده في الربع ده فهو رايح للموجب هنا ورايح للموجب هنا. وبالتالي amplitude في رسم القلب في ال ECG هيكون موجب. وبالتالي QRS هتكون لفوق ناحية الموجب للاتنين. تمام? ايوة يعني ال lead one ديت هتبقى موجب في الربع ده بس? لا الربع ده والربع ده. النص ده لو طلع منه اي شعاع تجاه الموجب يبقى موجب لل lead one. طب هنا ال AVF تحت يبقى النص اللي تحت. هيبقى موجب لل AVF لو هو وصل للنص اللي تحت يعني. طب النص الشمال ده لل lead one هيبقى negative. طب النص اللي فوق ده لل AVF هيبقى negative. طب تعالة بقى عشان نطبق. هنا طبعا زي ما قلنا هنا موجب لهنا وموجب لهنا وبالتالي QRS موجب او القمة الفوق للنحيتين. من zero to ninety degrees. بعد كده لو قلنا ال AVF قلنا موجب. تمام? وهو نحية النص اللي تحت. فهتبقى الفوق. ولكن هو نحية النص اللي عاش شمال اللي هو negative lead one وبالتالي هبقى negative. طب انت بقى لوحدك. حل دي. ان هي في نفس نص الموجب لليد one فهتبقى موجب. ولكن في النص ال negative لل AVF فهتبقى negative. وكذلك هنا. هنا بقى تبقى negative لل lead one negative. ولل AVF negative part. تمام? آآ اللي يسهلها بقى انت شوف مثلاً البوزيتف. البوزيتف اقس النصين ونحية البوزيتف آآ هتكون لفوق ونحية negative هتكون النحية التانية. سواء كان بقى ل lead one او غيره. لو كنا هنا مثلاً قلنا lead one يبقى النص بتاعها هو النص اللي على يمين. والنص اللي مش بتاعها هو النص العاش شمالي. وبالتالي اللاصفر والازرق لو احنا بنقسم ناحية اللاصفر والازرق هيكون negative lead one ولكن الاغضر والاه والبينك دوت هيكون positive وهكذا بقى انت ممكن تطبق ده على كل تمام? نيجي بعد الوقت اللي احنا ممكن نعمل لها اول حاجة البندل برانش بلوك. البي بي بي. احنا عندنا نوعين. عندنا لفت بندل برانش بلوك. والدكتور ما شرحه مش بالتفصيل وقال ان هو لو جات لك هتجلت بشكل صورة وتعرفها. بس انا مسلا هقول لك ان البندل برانش بلوك لو كانت ناحية اللفت. عشان البلوك دوت مش هيكون كويس في العضرة وبالتالي مش هيكون كويس في وبالتالي هبان في في الشكل اللي احنا شايفينه دوت وهتكون وايد. هتاخد وقت في في هتكون وايد. هتكون وايد يعني هتكون اكبر من اتنين ونوص. بالنسبة للبندل برانش بلوك هيكون في 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 التي ويف. تمام? يبقى انت لو لقيت في في يبقى لفت بندل برانش بلوك. لو لقيت في في التي ويف يبقى دوت تانية هي هي والمسال اللي عندنا هو هايبر تروفي. طب لو حصل هايبر تروفي للفتريكل الا هيحصل. هتبقى اقوى يعني هتبقى اقوى او الانطباط بتاعه هيكون اقوى وبالتالي الاشارة بتاعته هتكون اعلى. فهنلاقي ان الكيو ار اس اطول. الامبليتود بتاعها عالي. الامبليتود بتاعها عالي. فبكل الليدز انت بص هنا مسلا الليدز بتاعت البي والبي فايف طلع على البي فور من كتر ما هي طويلة. يبقى الانطباط هتقافى من الكيو ار اس طويل. الامتحان. المايوكارديال اسكيميا. ال اللي احنا بنعرف منه مايوكارديال اسكيميا ان ال اس دي سيجمنت بيحصل فيها ديبريسين. طو ميليميتر. طو ميليميتر. تمام? هنا برضو اي المفروض تبقى ماشي هنا. فالتقفيد. طو ميليميتر ديبريسين. وده هو الدليل على ان في مايوكارديال اسكيميا. ثم بعد كده مايوكارديال انفاركشن. عايز الاستعرف لو جالك في الامتحان هيبقى في مرتفعة او لكن ديت يعني الرسمة اللي انت شايفها ديت هي بتاعت هنا ما فيش اي حاجة تمام? بعد كده بيحصل تمام? يعني بيحصل تمام في العضلة? اه في اوله. فانت اللي هيحصل ان دي ان هياخد وقت يعني بتاع العضلة بسبب ان في والدم قليل يعني في العضلة فبالتالي او في العضلة هيكون بعافية شوية تمام? بعد كده هنلاقي ان حصل تمام? والتي ما بقتش بينة قوي. ده معناه ان او بتاع العضلة بقى صعب جدا. بعد كده بيحصل للتي ويف. التي ويف او بيحصل بالعكس. وبعد كده بيحصل هنا بقى لما يحصل العلاج يعني ياخد العلاج هيحصل هيقل وبعد كده نرجع للنورمال التاني. تمام? المهمة بالنسبة لك انه بيحصل ST elevation في المايكورديل الفرقشن. بيحصل ST elevation وبيحصل T wave inversion. الهارت بلوك. الهارت بلوك انه هو بيحصل ايه? بيحصل بلوكينج للاشعار العصبية اللي وصله للفنتركلز. بتكون قليلة. فايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان ال ventricular contraction ما بيحصلش. وبالتالي ما بيحصلش D polarization. فلاقي هنا نبضة. 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 ايه ده يعني ايه اللي حصل? النبضة اللي في النص هنا ما حصلتش. ما حصلش ventricular contraction. لان الاشعارة ما وصلتش لل ventricles وبالتالي ما حصلش D polarization ولا حصل D polarization. ده بالنسبة للهارت بلوك. وطبعا ليه انواع second degree و first degree وهكذا. بس هو الاهم ان انت ما بيبقاش فيه QRS. ما بيبقاش في D polarization. صور بعد كده عندنا irregular rhythm. وانتوا عارفين عشان انا شرحتها لكم ان هو الر بيكون قليل. اه سوري الر بيكون الانتربال بتاعه مش متساوي. فهنا مثلا. هنا اكتر. تلاتاشر. هنا لا سبعة. وهكذا هنا المسافة مش قد المسافة مش قد المسافة يعني عينك هتلقوطها بكل سهولة دي. ثم بعد كده عندنا تاكي كارديا يعني احنا عندنا بيحصل تاكي كارديا يعني ضربات القلب اسمع من المعدل الطبيعي ولكن في ال regular rhythm. اول نوع هنتكلم عنه هو ventricular tachycardia. ventricular tachycardia هي حالة malignant وممكن تؤدي الى heart stop ان القلب يتوقف عن العمل. ليه لان ضربات القلب في ventricular tachycardia ممكن توصل ل 200 و 250 و 300 دقة في الدقيقة. والشكل احنا شايفين اهو ادي المسافة بين الدقة والدقة عبارة عن حوالي large square pass او large square وشوية يعني دقات القلب حوالي 250 ل 300 دقة في الدقيقة. تمام? يعني في الثانية الوحدة في حوالي 3 اربعة دقات. اهو يعني واحد اتنين تلات اربعة خمسة. خمسة دي يعني ثانية. شوف في الثانية الوحدة حصل تلات دقات. طب سواني سواني. انت دلوقتي المفروض تسألني هو في وكل حاجة. بس فين الشكل بتاع فين التي ويف والبي ويف. احنا مش شايفين غير كيو او اس ويف. فعلا لان لما بيحصل ضربات القلب بتكون قوية جدا. والفنتريكلز تحس ان هي اصلا منقبضة على طول. منقبضة. يعني بتكون منقبضة على طول بس في اشارات شغلة فيها. في اشارات شغلة فيها. والاشارات قوية لدرجة ان هي بتغطي. والتي ويف والتي ويف والتي سيجمنت والحاجات بتاعها قليل. فما بتبنش. ممكن تشوفها في الشكل ده. يعني ممكن تكون ديات مسلا تي ويف او بي ويف. ماشي? موجود في نص الفنتريكلر. في نص الفنتريكلر. فما بتبنش لان الفنتريكلز على طول شغالة على طول في. على طول على طول على طول على طول. فالباقي مش بيبان. تاني حاجة برضو نوع للتاكيكارديا هو الساينس تاكيكارديا. تمام? والفكرة بقى في الساينس تاكيكارديا ان هي ما بتوصلش للعدد الميتين ده في الدقيقة والميتين وخمسين لا هي بتوصل لمية وتمانين مسلا او مية وستين. يعني لو بصنا هنا في اتنين. فتلتمية على الاتنين بتساوي هي منتظمة هي منتظمة. على طول لما تيجي تشوف منتظمة او تمام. في هنا كم مربع بين الاتنين اتنين يبقى تلتمية على الاتنين فيها المية وخمسين. ده دربات قلبه مية وخمسين ده في الدقيقة. تمام? يعني مش كتير مية وخمسين ده في الدقيقة ما توصلش حالة اللي هي يوصل قلب يوقف. والسينس تاكيكارديا لو بحثتوا عنها هي حالة يعني حالة مش مش ما تقديش يعني لسكتة قلبية ولا حاجة. وفي نفس الوقت لأ انت بقى شايف وشايف وشايف وكده. تاني جزء عندنا من المحاضرة هو اللي ليه علاقة بالهارت المجور لافايندينجز ديت منها الكاردياك بيوماركس اللي هي الكرياتين كاينيز وفي منه الكرياتين كاينيز اللي هو الجنراليز وفيه الكمب وده متعلق بمتخصص سبسيفك يعني للكاردياك مصر وفيه المايو جلبين وفيه التروبينين تي والتروبينين اي وفيه برضو اللي بيفرزو اللي بيفرزو اللي وفيه الليبي التروفايل اللي هو اله دي ال والالي دي ال وفيه حاجات تانية زي CBC والليفر فانكشن تست والريين الفانكشن تست والدي دايمير والهاي سنسيتفتي اه أه أه اه شين ري اكتب بروتين والاة اللي هو اله تيت الهتشي اس سي ار بي والبلوت جلوكوز. يبقى اي هي الكاردياك بايو ماركس هي عبارة عن بروتينات. لو قرينا هورا هنسمع تروبونين تروبونين ومايجلوبين والحاجات ديه والكرياتين كينيز كل ديه طبعا بروتينات. البروتينات ديت اللي بتفرزها هي خلايا القلب. امتا بتفرزها في العادي? لا ما بتفرزهاش اساسا الا لو فيه مصل دامج. وبالتالي احنا ممكن نستخدمها عشان ندياجنوز امراض قلب مختلفة يعني ومتنوعة. عندنا اول حاجة الكاردياك تروبونين ودولنا عين زي ما قلنا تروبونين اي وتروبونين تي. وهم عبارة عن كاردياك مصل يعني التروبونين ده اصلا زيه زي المايوسين وزيه زي الاكتين وبالتالي هو بيخش في الستركتر بتاع الكاردياك مصلز. وبالتالي بيحصل لها ريليز لما المايوسايت يحصل لها دامج. لما الخلايا بتاعت القلب يحصل لها دامج. سواء كان بانفلاميشن او بغيره. وبالتالي هو كورنر ستون حجر الزاوية اللي بنستخدمه عشان نشخص الاكيوت كوروناري سنتمس. بعد كده عندنا كرياتين كرياتين كاينيز ام بي. وده مور سبسيفك للاكيوت مايو كارديا الانفركشن. دان توتال سي كي او سي كي ام ام. يعني ده اكتر ده سبسيفك اكتر من الكرياتين كاينيز والكرياتين كاينيز ام ام. ده بيرتفع امتى بيحصل لما يحصل انفلاميشن في عضلة القلب. والمايكارديايتس. والمايكارديايتس ده ممكن يحصل بعد عملية مثلا ما عملناش تعطين كويس وتطفيق كويس فحصل مايكارديايتس. بسبب مايكروب او بكتيريا او هايبو ثايروديزم. واللي بيأثر طبعا على المناعة. والريبيتديف كارديو فيرجن. الريبيتديف كارديو فيرجن ده عبر عن ايه? عبر عن ان ضربات القلب مش منتظمة. فانا يا اما بركب جهاز بيعمل كارديو فيرجن يعني بيوصل ضربات القلب للمعدل الطبيعي تاني. اللي اما بديله ادوية بتوصل ضربات القلب للمعدل الطبيعي. وده ممكن يعمل في عضلة القلب. تمام? وساعتها بيحصل له يعني. ثم بعد كده عندنا مايكروبين واللي برضو بيحصل له في في يعني اول ما بيحصل ده بيتفرض على طول في الدم. بيتشفي خلال ساعتين من وبالتالي احنا ممكن نرحق بسرعة. ولكن هو العيب اللي فيه بقى ان هو عنده يعني ايه? يعني هو غالبا المايكروبين ده ممكن تلاقيه في الدم بسبب مشاكل تانية. ممكن يكون بسبب مصل دامج. يعني مسلا انت حصل لك في مصل او في مصل فتقطعت في المايكروبين ده زاد في الدم. يعني المايكروبين ده بيبقى مش متخصص لعضلة القلب بس لا لحاجات تاني. وبالتالي ده بيقص على الدياجنوستيك رول بتاعته. فبالتالي مش بنستخدمه. والل دي اتش اللي هو الاكتات ده هايدروجينيس ده مش بسبسيفك يعني اعتبره مالوش لازمها. بعد كده عندنا البرين ناترياتيك بيبتايت. وده عبارة عن بيبتايت بيبتايت يعني عبارة عن سلسلة من الامينو اسد. هو عبارة عن اتنين وتلاتين امينو اسد بيبتايت. وده بيحصل له بين الليفت ومعه يعني هو اه لي طرف او لي ترميل في ستة وسبعين اه اه امينو اسد. بنستخدمه في ايه ده؟ ده بقى بنستخدمه في التشخيص اه لانه هو عنده لونجر هاف لايف وممكن نستخدمه في التشخيص مثلا لانه هو بيرتفع اه اه يعني الحالات اللي بتأثر على السيستول بتاع الفنتريكل. طب انا هسألكوا سوال ايه هي الحالات اللي ممكن تأثر او ممكن تعمل يعني حالات بتأثر على السيستول بتاع الفنتريكل. يعني السيستالوزز بتاع الففلف. فبيكمشى اليه بيحصل لان اخنا مش عارفين ندخ الدم بسبب السيستالوزز. زي ايه دى جlorوسوس بعد استطيع التروزن بتاع العلاك اللي بيمشي عليه المريض اللي عندهاليه. هارط فعلي多. شكرا جدا ده كان شرح المحاضرة اتمنى اكوكم فهمت المحاضرة مني وتمنى كون ما طولتش عليكم وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته